السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بأبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي على مرصة البس المباشر. وحلقتنا النهاردة حلقة جديدة من حصص الرياضيات. معكم الأستاذ عبيو حسني معلمة الرياضيات ومدربة النظام الجديد ومدربة بالأكاديمية المهنية للمعلمين محافظة بني سويف. أهلاً وسهلاً بكم يا أصدقائي في رحلتنا رحلة الرياضيات. هنبدأ النهاردة في طبعاً هنكمل الوحدة بتاعتنا اللي هي الوحدة التانية. طبعاً إحنا في المحور الأول الحس العددي والعمليات بدأناها الأسبوع اللي فات خدنا الوحدة التانية وخدنا فيها المحور الأول بقول الحس العددي والعمليات. كانت الوحدة التانية العلاقات بين الأعداد في المفهوم الأول التعبيرات الرياضية والمعادلات والعالم من حولنا. درسنا التالت النهاردة خدنا المرة اللي فاتت الدرس التاني واللي قبلها كان الدرس الاول النهاردة يا ولاد هنتعلم في رحلتنا درسنا الجديد بتاعنا اسمه القصص والاعداد القصص والايه والاعداد لو تكلمنا مع بعض النهاردة وتعلمنا في الدرس ده هنتكلم في ايه طبعا لما يقول قصص واعداد يبقى معناها ان احنا هناخد مسائل كلامية فبالتالي هنتعلم ازاي نكتب مسائل كلامية من خلال مواقف يعني نكتب مسائل كلامية تتضمن جمع الاعداد العشرية وطرحها كمان هنحل مسائل تتضمن اعدادا عشرية حتى الجزء من 1000 يعني هنعمل 9.20 يلا بينا طيب نشوف مسائلنا النهاردة ونشوف الحلقة بتاعتنا النهاردة هتتكلم عن ايه هتتكلم عنه لما انا بدأت معاك بقولك اكتب مسألة كلامية تعبر عن المعادلة الات لا تعلمنا المرة اللي فاتت يعني تعبير رياضي وخدنا يعني ايه معادلة خدنا التعبير الرياضي هو عبارة عن جملة رياضية فيها رموز وعمليات واعداد ولا تحتوي على اليساوي اما المعادلة هي جملة رياضية فيها الرموز والاعداد والعمليات وتشتمل على علامة اليساوي فالنهاردة الدرس بتاعنا هنكتب مسألة كلامية يعني هنكتب مسألة بالألفاظ يعني باللغة العربية هيديك المعادلة زي ما انت شايف x زائد 6 بتساوي 10 عايز اكتب مسألة كلامية تعبر عن المعادلة الاتين عشان اكتب مسألة كلامية عندي حدود وعندي نظام وعندي قواعد امشي عليها عشان اقدر اكتب مسألة كلامية بالألفاظ افهم ازاي فاول حاجة اشاطر في عندنا قواعد عشان اكتب للمسألة كلامية بتاعتي دي عندي خطوات التابعة اولا هحدد موضوع او قصة المسألة لو هي شراء ولا هي بيع ولا كان معي ولا كلمة مجموع ولا كلمة الفجر يبقى اول حاجة احدد موضوع او قصة المسألة في هذا المثال مثلا انا عندي فوق x زائد 6 بتساوي 10 في المثال اللي قدامنا ده هستخدم كان مع كان مع فلان حاجة ونبتدي نكتب المسألة الحياتية بتاعي طيب ركز معايا الجزء التاني او الحاجة التانية اللي هنحددها هنحدد ما يمثله الزقم 10 يبقى هبدأ قصتي او هبدأ مسألتي الكلامية بكان مع وبعدها عند العدد 10 لما جيله اقول المبلغ الكل لانه بعد لي ساوي فده الناتج يعني ده المبلغ الكل اللي مع الانسان ده او مع الشخص ده لو جيت لك في النقطة التالتة عايز احدد لو انا قلت الستة يبقى انا الاول قصتي هتتكلم بكانة مع العشرة دي الباقي او المبلغ الكل العشرة دي المبلغ الكل هنخليها هي المبلغ الكل هنتكلم عن الستة هنقول الستة دي ما صرف منه او ما صرف الرقم 6 بيمثل ما صرف مثلا اعمل على فلوس بعد كده هقول الاكس اللي هو المجهول اللي عندي او المتغير اللي عندي او الرمز اللي عندي بيرمز بالنسبة لي ايه هنتكلم عليه كأنه هو الباقي يبقى انا الاكس ده همثله بالباقي فلما اجا احكي الحكاة بتاعتي او اجا اكتب المسألة بتاعتي يا شطار هقول له مع ايمان او كان مع ايمان او كان مع محمد او مع محمد يعني اختار شخصية هكتب بيها مسألة الكلامي فبقول هنا مع ايمان قلنا ما يمثله رقم 10 هو المبلغ الكل فهقول له مع ايمان 10 جنيات يبقى ايمان كان معها كم جنيه شطار كان معها 10 جنيات صرفت منها 6 جنيات اللي تصرف منها ايه 6 فكم يتبقى معها فكم يتبقى معها تمام معناها اننا لو جمعت الستة مع الباقي هيدينا العشر فبالتالي انا كتبت المسألة في شكل ان كان مع ايمان 10 جنيهات صرفت منهم 6 جنيهات فكم يتبقى معها يلا نتضرب على مسائل زي دي تعالى ندخل ازاي نكتب مسألة كلامية بطريقة صحيحة تعالى معايا نشوف المسألة الكلامية اللي بتمثل المعادلة ثم ارجد الناتج انا عايزك المسألة الكلامية تمثل الناتج بتاع المعادلة دي المعادلة دي بتقول لي 4 و 5 من 10 زايد اكس بتساوي 8 طب ايه رأيكم لو اتكلمنا ان هي عبارة عن خضروات وراح اشتري فاكهة وخضار من السوق لما اجابتدي انا دلوقتي 4 ونص زايد اكس المجهول جاي الخطوة التانية او جاي في الحد التاني بيساوي 8 يعني كلهم 8 انا هكتب قصة واحكيها مثلا هقول اشترت سارة 8 كيلو جرام من الخضروات يبقى انا هبدأ بالنهاية ابدأ بالاخير ده فاعتبرها انها مسألة هي مسألة جامع قدامي او معادلة جامع هقول انها هجيب الناتج كله واقول ان انا اشتريت مثلا 8 كيلو جرام من الخضار والفاكهة من السوق واذا كانت كتلة الخضار الخضار بس او الخضروات فقط 4 ونص كيلو جرام فكم تكون كتلة الفاكهة يعني كم وزنهم تعال انا شوف كده لو انا قلت اشترت سارة او اشترت عبير او اشترت امنية كم كيلو 8 كيلو 8 كيلو جرام يبقى انا حددت كده سارة معها كل التمانية اللي هي بعد بس او من الخضار والفاكهة فاذا كانت كتلة الخضروات واحد قسمت العدد والمجهول خليت العدد للخضروات وقلت ان ده وزن الخضروات قلت 4 ونص كيلو جرام فكم تكون كتلة الايه الفاكهة كده انا كتبت المسألة الكلامية هنا عملت بدأت بفعل وقلت اشترت مرة اللي فاتت واحد قلت كان معا كان معا سارة مش انا قلت كده كان مع محمد او كان مع ايمان مسألة دي عملتها على فاكهة وخضار ان انا اشتريت كل تمانية كيلو حددت كتلة الخضار 4 ونص حددت جزء من المسألة او من معادلة الجزء التاني عملته في شكل اللي هو الاكس او الواي عملته هو المجهول فكم تكون كتلة الفاكهة يبقى انا لو جمعت الفاكهة على الخضار هيطلعوا كم كلهم هيطلعوا 8 فبقى اقول لك 4 ونص زائد اكس بساوي 8 يبقى المعادلة لما اجح لها يا شاطر هقول له اكس تساوي خلاف طرف لوحدها وهاجمع التمانية جزء التمانية صحيح زائد اللي هي 4 ونص طبعا ناقص الاربع ونص هنطرح منها الاربع ونص تا عندك الخضار والفاكهة كم كلهم تماني كتلة الخضار لوحده كم 4 ونص اطرح ده من ده اطرح 8 ناقص 4 ونص هيطلع لك الفاكهة كلها يبقى انا اقول التمانية انا عشان اطرح او عشان اجمع لازم اعمل تساوي ايه يا شطار اعمل تساوي الفاصلات العشرية فهحط صفر واحط فاصل عشرية نحية التمانية واجه اطرح لما تطرح صفر ناقص خمسة ما ينفعش هنروح نعيد التسمية التمانية تصبح سبعة والصفر تصبح كام يا شطار هتصبح عشرة حلوة اوه عشرة ناقص خمسة اديك خمسة فاصلة العشرية قبلك تنزل الفاصلة العشرية قبلك تنزل يبقى خمسة الفاصلة العشرية سبعة ناقص اربعة تطلع تلاتة ونص كيلو جرام من الفاكهة عرفت حلنا المعادلة دي ازاي عملناها في شكل شراء وشراء للفاكهة والحضار طب لو دخلت على مسألة تانية ركز معايا اكتب مسألة كلامية اكتب مسألة كلامية بتتكلم عن المعادلة اللي قدامنا دي شطار اللي هي 34 صحيح وخمسة سبعين من مية ناقص السي بتساوي خمستاشر وخمسة وعشرين من مية نركز مع بعض لو تلاحظ ان انا حكيتها لك في حكاية عملتها لك في شكل ايه فلوس معك فلوس ورحت اشتريت كتاب او اشتريت اشتريت كتاب او اشتريت حاجة تانية معا فالمسألة بتتكلم عنه لو انت معاك اللي 34 جنيه و75 قرش مع احمد عملتها مع شخصية اسمه احمد وقلتلك معاك مع احمد 34 جنيه و75 قرش اشتريت كتاب وتبقى معه الباقي بقى لما طرح اتبقى معا خمستاشر خمسة وعشرين من مية ليه قلنا اتبقى معاه لان هنا في عملية طرح فخليت الباقي اللي بقى معاك في جيبك خمستاشر وخمسة وعشرين من مية احسب ثمن الكتاب يبقى اذا ده حرف السي الثمن الكتاب هيبقى حرف السي وعندي اللفظ الاول اول مطروح هو 34 صحيح وخمسة وسبعين من مية اما الخمستاشر وخمسة وعشرين من مية هي الباقي طيب انا عايزة احل المسألة دي مس احلها ازاي هقول لك انت دلوقتي احنا عايزين السيف طرف فاذا عندك العدد الكبير او الفلوس الكتير اللي معاك يا احمد 34 و75 من مية فاذا هطرح ال34 و75 من مية هتبقى ايا المطروح مطروح منه اللي هي خمستاشر وخمسة وعشرين من مية لو قلت عملية الطرح خدت السيف طرف وحولتها الى عملية الطرح خدت كبير في الاول العدد الكلي وهو الفلوس كلها اللي مع احمد جاب كتاب وتبقى معا 15 و25 مية عايز يحسب ثمن الكتاب لما تيجي تحسب ثمن الكتاب هنطرح فاصلات العشرية متساوية هقول له 5 نقص 5 تساوي صف 5 نقص 5 تساوي صف 7 نقص 2 تساوي 5 فاصل العشرية تقبلك تنزل 4 نقص 5 ما ينفعش هنعيد التسمية فاصل العشرية تنزل هنعيد التسمية بقى 3 تبقى 2 واللا 4 تبقى 14 14 نقص 5 تساوي 9 ممتزين 2 نقص 1 تطلع 2 فهتطلع كام هتطلع 19 19 صحيح و50 جزء من 100 جنيه يبقى دلوقتي سعر الكتاب يطلع بكام ب19 جنيه ونص 19 جنيه وكام ونص انا عملت ايه في المسألة حددت المسألة حبيت اعملها على ان انا كان معايا فلوس واحتشتريت كتاب الفلوس اللي معايا 34 و75 من 100 وتبقى معايا في جيبي الراجل اعطاني 15 جنيه 25 ارش حلو طب يا طرى سعر الكتاب كام فانا عملتلك مسألة بالشكل ده فبالتالي حددتها وطلعت معادلة طرح طيب لو انا جيت قلتلك مسألة كلامية حلو اللي بيها عايزة مسألة كلامية لتكون محل المعادلة بتاعتها بالطريقة دي اللي هي 3 و5 من 10 زائد اكس بتساوي 10 حلو لو انا مثلا عايزة اعمل احكيها في شكل حدوتة واقول ان انا عايزة اعمل حوض لحديقة عايزة اعمل لها صور عايزة اعمل لها ايه صور مثلا او هعمل حوض هقول مثلا تحتاج علا انت محتاج كام هو بيقولك ان انت لو جمعت ده مع الاكس هيديك 10 يبقى صور الحديقة كله بكام بعشر عايز كام خشب عايز 10 متر خشب مثلا يبقى انا هخلي صور الحديقة كله بعشر اذا كان معي 10 متر من الخشب طيب وجدت منه وجدت منه 3.5 3.5 من 10 دول موجودين في جاراج مثلا او موجودين في بيت او موجودين في الساحة يبقى هضيفة عليهم كام فكم مترا من الخشب سيضاف على هذا الخشب عشان ابني الحوض بتاعي او احوط الحوض بتاعي تاني هعملها في شكل حاجة في الفناه هعمل حديقة او اعمل حوض للحديقة فعندي المساحة اللي موجودة عندي محتاج 10 متر خشب يبقى انا المفروض عشان ابني حوض يبقى انا عندي 10 متر ايه خشب لوح متر ليه الالواح بتاع الخشب لعشان الحوض طيب اللي موجودة عندي في الفناه او موجودة عندي في جاراج من الجاراجات اللي عندي 3 ونص طيب هضيف عليهم قد ايه عشان اوصل للعشرة فانا احكيها لك في الشكل ده لما اجتب المسألة الكلامية اقول له انها تحتاج علا الى 10 امطار من الخشب لبناء حوض حديقة خدت النهاية اللي هي النهاية الناتج عندي جزء منهم 3 ونص واجدت 3 ونص متر واجدتهم بقى في بيري السلم واجدتهم في الجاراج الموجود في المدرسة او في البيت في البيت طبعا عشان عايز اعمل حوض للحديقة فوجدت منهم 3 ونص متر في الجاراج الخاص به كم مترا اضافيا هضيف قد ايه من الامطار من الخشب عشان احتاجه لبناء الحوض او للحوض هنا تكلمنا قلنا المسألة تحتاج علا الى 10 امطار من الخشب لبناء حوض حديقة كده تمام واجدت 3 ونص متر في الجاراج الخاص بها ليه علا او اتكلم عن نفسي اقول في الجاراج الخاص بيه فبالتالي كم متر اضافي من الخشب سنحتاجه للحوض عشان نبنيه او نحدده يعني عايز احل بقى المعادلة المعادلة كانت جامع عندي صح يا ولاد احدد الناتج كان كام كان عشر فاذا المسألة دلوقتي عشان اجيب الـ عشان اجيب الـ الواحدية في طرف فهعمل ايه هحول مسألة المعادلة اللي قدامي دي بدل ما هيعمالي الجامعة تتحول لعملية طرح فاقول له اكس تساوي ها بتساوي كام هقول له عشرة ناقص التلاتة ونص ادي الـ اكس وهقول له عشرة ناقص التلاتة ونص وانا بطرح على مهلي لازم يساوي فاصلات العشرية فحطط لك الفاصلة العشرية هنا عند العشرة حطط لك صف واجهت راح اقول له صفر ناقص خمسة ما ينفعش هروح للعشرة فالعشرة هتصبح سبعة هنا العشرة هتصبح كام العشرة هناخد منها واحد تصبح تسعة هتصبح تسعة وعندي هنا دي الصفر هتبقى كام هتبقى عشرة واقول له عشرة ناقص خمسة هتبقى تاني عشرة ناقص خمسة هتبقى خمسة والعشرة بقى التسعة يبقى عشرة ناقص خمسة خمسة فاصل عشرة قبلك تحطها تسعة ناقص ثلاثة تديك كام ستة كده تبقوا شاطرين في كتابة المسألة الكلامية اللي بتمثل المعادلة وحلها هنحلها كمان قد نحلنا يبقى احنا حكينا قصة ايه الجزء المتبقي او الجزء اللي عايزين نضيفه عليها فحولنا المسألة من معادلة جمع الى معادلة طرح قدرت اجيب فيها اللي هحتاجه من الخشب كم متر هحتاجه من الخشب تاني عشان اكمل العشرة اللي انا عايزين كده انا علمتك ازاي تكتب مسألة كلامية تمثل معادلة عندك لو خدنا مسألة كمان احددها لك قادي المعادلة بقولك اكتب لي المسألة كلامية اللي هتقدر تحكيلي فيها المعادلة دي وتقدر في نفس الوقت تحلها بعدها ايه رأيك لو احنا اتكلمنا على نظام غزائي او الوزن عايزين نتكلم عن وزن او واحد بيتبع نظام غزائي لو انا فردت شخصية اسمها احمد هقول مثلا ان احنا عندنا ولد اسمه احمد يريد ان يتبع او يتبع نظام غزائي عايزي اقل الوزن فاذا اقل وزنه بمجدار مثلا ستة صحيح وخمسة وعشرين من مية هيقل لها اديه هيقل لستة خمسة وعشرين واصبح وزنه الان خمسة وخمسة وسبعين مية يبقى انا هعتبر ان الوزن دلوقتي بعد ما نقص خمسة وخمسة وسبعين وخمسة وسبعين من ايه من مية فحسب وزن احمد قبل اتباع عن نظام الغزائي او الحمية الغزائية اللي عمل تاني انا هعتبر ان مسألة الكلامية المراضي عن وزن واحد كان عايز يعمل نظام غزائي فدلوقتي وصل وزنه ل55 كيلو و75 جوار هو خس قد ايه نزل في الوزن قد ايه هقول انه هو نزل تقريبا 6 صحيح و25 من 100 فهل وزنه عايزين نعفق وزنه قبل اتباع نظام غزائي فتعالوا نحكي الحكاية دي هنحكيها بالشكل ده يريد احمد ان يتبع نظام غزائيا ليقلل من وزنه شوف انا بنوعلك في المسألة الكلامية ازاي فاذا قل وزنه بمقدار 26 و25 من 100 كيلو جرام فاصبح وزنه الان 55 صحيح و75 من 100 كيلو جرام احسب لي بقى وزن احمد قبل اتباع النظام الغزائي ايه رأيكم في المسألة دي قدرت عاملك مسألة كلامية بس بشكل تاني جبتلك حاجة تانية بعدت عن الاكل وبعدت عن وزن الفكهة تمام او بعدت عن الحوض الحديقة اللي احنا بنينها من شوية فقلت اقول لك يريد احمد ان يتبع نظام غزائيا اللي يقلل من وزنه لو قل وزنه ب6 و25 الجزء اللي موجود فوق في المسألة اللي هو بعد عملية الطرح حددته انه ده اللي هو المقياس اللي انا هنقص منه يبقى لوصل وزنه ل55 صحيح و75 ممية فهل يا ترى تقدر تحسب لي وزن احمد قبل اتباع النظام الغزائي فده هيكون هو الرقم الايه الرقم الكبير الرقم الكبير يجي ازاي يا أولاد كانت هي مسألة طرح ويه بحرف الايه هروح اقول لك ان الايه تساوي هنحولها لمسألة جمع يبقى انت وزنك وصل ل55 و75 ممية هتزود عليها 6 و25 ممية هتطلع لك نظام وزن احمد قبل اتباع النظام الغزائي طلع وزن احمد قبل اتباع النظام الغزائي يعني الاكس بتساوي او الايه بتساوي 55 و75 ممية زائد اللي هي الستة صحيح و25 ممية طب يلا بينا نحله هتلاقي تساوي فصلات العشرية موجود هروح دلوقتي اجمع 55 و10 صفر ومعي الواحد واحد على الاتنين ثلاثة ثلاثة وسبع عشر صفر وواحد صفر ومعي الواحد اهي 55 و15 صفر ومعي الواحد الواحد حط على السبع هروح اقول له واحد وسبع تمانية تمانية واثنين عشرة صفر ومعي الواحد واحد حط على الخمسة هيبقى ستة ستة هتقابلك الفصل هنزلها ستة وستة اتناشر هيبقى تنين ومعي الواحد واحد حط على الخمسة هتبقى ستة هتنزل ستة يطلع العدد كله كام يا ولاد يطلع وزنه الاصلي كان كام 62 كيلو جرام يبقى احمد كان وزنه كان في الاساس 62 كيلو جرام تمام لو جيت قلتلك اكتب اسألة كلامية تمثل المعادلة دلوقتي وحله ده درسنا العصلي انت هتحكي قصص وتكتب لي مساء قصص وتكتب لي مسألة لفظية او مسألة كلامية المعادلة اللي قدامي معادلة جمع ارأيكم بقى ندخل على المكتبة وانبتدي نشتري لو انا قلتلك اشتري ماجد قبت ولد اسمه ماجد مع فلوس عايز روح يشتري كتاب ويشتري ألم هقول اشتري ماجد قلما بسعر الألم طبعا هنخليه بسعر الاثنين وثلاثة من مية والكتاب اتناشر وثلاثة من عشرة فكم المبلغ الذي دفعه ماجد للبائع او كم سيدفع ماجد تعالوا نحكي القصة دي في شكل لغة عربية هقول له اشتري ماجد قلما بسعر اثنين صحيح وثلاثة من مية جنيه وكتابا بسعر اثناشر صحيح هو ثلاثة من عشرة جنيه فما المبلغ الكل الذي يدفعه ماجد ماجد هيدفع قد ايه للراجل اللي شغال في المكتبة البائع طبعا مسألة زي دي هتنزل زي ما هي كده وهنقول لان هي ما هتتغيرش ده انا عملتها مسألة جامعة على طول يا ميس احددت ان انا اشتريت قلم وحددت ان انا اشتريت كتابة وحشوف انا هدفع كامل الراجل البائع اللي موجود في المكتب هجمع اثنين وثلاثة من مية زائد اثناشر وثلاثة من عشر وانت بتجمع على مهلك انت محتاج انت تساوي الفصلات الايه العشرين فقمت انا هبتطلق ايه هنا جنب التلاتة لو لاحظت هتلاقييني زودتلك ايه هنا يا شاطر زودتلك صفر ليه اسمها تساوي الفصلات العشرين ونجمع صفر زائد ثلاثة ثلاثة وهجمع ثلاثة زائد صفر ينزل ثلاثة فصل عشرين قبل انها تنزل اثنين واثنين يبقى اثبع والواحد ينزل يبقى انت كده المبلغ اللي دفعته للبائع يا ماجد يبقى عبارة عن البرتاشر صحيح وثلاثة وثلاثين من مية ايه جنيه فهمنا كتبنا مسألة الحياتية ازاي او مسألة كلامية ناخد واحدة كمان اكتب مسألة كلامية تعبر عن المعادلة دية اللي قدامك تمسط المعادلة دي ثم حلة دي خطوات الباب او الدرس بتاع المسائل الكلامية اللي هو الدرس التالت قصص واعداد طيب شوف المعادلة اللي جايلك عبارة عن معادلة طرح ستة وستين صحيح ومية خمسة وعشرين من الف ده يديني الستة وخمسة من عشر حل ممكن نعملها بطريقة وزن واحد واخو ماشي تعالوا نحكي الحكاية ازا كانت كتلة ولد اسمه يوسف ولد اسمه احمد ولد اسمه محمد هقول ازا كانت كتلة يوسف يبقى وزن يوسف كام يا ولاد ستة وستين صحيح ومية خمسة وعشرين من الف يبقى ده وزن مين وزن يوسف كتلة اخي تنقص عنه تنقص عن كتلته بمقدار ستة ونص تاني هعملها بين اخين واحد وزنه ستة وستين ومية خمسة وعشرين من الف والتاني ينقص عنه بمقدار ستة وخمسة من عشر فكم تكون كتلة اخي بل اكستي دي هي كتلة الاخ يعني هقول اذا كانت كتلة يوسف يعني وزن يوسف ستة وستين صحيح هو مية خمسة وعشرين من الف كيلو وقتلة اخي خلي بالك يعمل الطرح في المعادلة فوق اهي فطبعا عمل الطرح فنقول كتلة اخي تنقص يبقى هنا نحط الـ هو اللي بين يبقى ناقص عن كتلته بمقدار مقدار قدية شطار ستة ونص كيلو فكم وعشرين من الف كيلو وقتلة اخي تنقص عن كتلته ليه قلت تنقص عشان فيه ناقص وحطت الرقم بتاع اخوه بالـ بمقدار النتيجة بتاعته بستة ونص فكم تكون كتلة اخي لو انا قلت الكلام احب احلها ازاي احلها ازاي اولاد براف احنا عايزين الـ في طرف الوحدي صح يبقى معناها ان انا الوزن الكبير اللي هو قتلة يوسف وزن يوسف كبير هطرح منه قتلة اخيه اللي كانت بمقدار كام ستة ونص يبقى اقول له اكس تساوي ستة وستين صحيح ومية خمسة وعشرين من الف ينقص ها الستة ونص وبعدين نطرح عايز يبقى الـ اكس ستة وستين صحيح ومية خمسة وعشرين من الف كيلو جرام هطرح منها الستة ونص يبقى انا كده جبت كتلة مين يا شطار هجيب كده كتلة اخيه يلا نطرح لو لاحظت ان الستة ونص هططت لك جنبيها كم صفر صفرين ليه تساوي الفصلات العشرية برافو عليكم احسنتم يا ولاد عافية في قسمية عند الستة ناخد منها واحد تبقى الستة خمسة والواحد تصبح حداشر حداشر ناقص خمسة تبقى ستة خصة العشرية قبل Digital تنزل خمسة ناقص ما ينفعش خمسة ترح للستة تاخد منها واحد بقت الستة خمسة والخمسة خمستاشر خمستاشر ناقص ستة هتدي كام خمستاشر الستة تدينا تسعة والخمسة تنزل. اهي. هيطلع قتلة اخو يوسف بتسعة وخمسين صحيح وستمية خمسة وعشرين من كام من الف. ممتازين. كده انا كتبت قصة كمان عن يوسف واخوه بالنسبة لوزنهم. فكتبت مسألة كلمية جميلة جدا. طيب. ينقصنا بقى دلوقتي يعني اتكلم عن الارتفاعات مثلا او المساحات او المسافات. لو قلتلك المعادلة اللي قدامنا دي مية اربعة وعشرين صحيح وستة من عشرة ناقص اتنين وسبعين صحيح وخمسة وعشرين من مية وتساوي ام. عايز قصة او عايز مسألة كلامية تكتبها لي. تمثل المعادلة سم حلها. عايز قصة. طبعا احنا لو تكلمنا القصص اللي احنا حكيناها دلوقتي او مسألة كلامية اللي احنا حلناها حلينا في حاجات كتير او كتبنا مسألة كلامية كتير او. ما اتكلمناش عن ارتفاعات او عن اطوال او عن مساحات او عن مسافات. خلينا نتكلم عن أبراج مثلا ونقول عليها بالأطوال يعني نقول طولها كام أو ارتفاعها كام لو انت اتكلمت معايا وقلتلي يا ميس المعادلة دي عبارة عن عملية طرح وعمل 124 دي طبعا الكبيرة فحط المطروح الأول وبعدين راح قال لي واحد تاني مطروح منه تمام كده مسألة طرح زي دي حلها ازاي على أبراج مثلا أو ارتفاعات أبراج هقول له طبعا احنا اتفقنا احنا ما نحل مسألة كلامية بنقول كان معا أو اشترى أو محتاجين أو نحتاج إلى هقول كان ارتفاع أحد الأبراج السكنية انا قلت هنتكلم عن عمرتين او برجين احنا نتكلم عن ارتفاع تبقى كان ارتفاع أحد الأبراج الايه السكنية واحد منهم ب124 طول ويعني ب124 صحيح و6 من عشر اللي هو العدد الأولاني دي شطار هخليه ارتفاع البرج الأول وارتفاع البرج الثاني وارتفاع البرج الثاني هنقول عليه البرج الآخر عبارة عن 72.25 من 100 مش طبعا هي عملية طرح انا مش هعملها جمع انا عايزها طرح يبقى اقول له ده الفرق بين الارتفاعين فاوجد الفرق بين البرجين تاني يبقى لو جيت اتكلمت وحكيت القصة بتاعت المسألة دي هقول كان ارتفاع أحد الأبراج السكنية 124 صحيح و6 من عشر وارتفاع البرج الآخر 75 او 72 و25 من 100 متر اوجد الفرق بين البرجين اوجد الفرق بين البرجين يبقى عرفت اترجم المسألة دي بالشكل ده احكيها في قصة ارتفاع أحد الأبراج كان ارتفاعه ده ارتفاع البرج الآخر ده واعدين هي العملية في المعادلة كانت طرح يعني فرق فاقول له اوجد الفرق بين البرجين حطة الكبير يعني ناقص صغير فانا عايزة كلمة الفرق يلا نحلها زي ما هي كده هنجيب الام من ناحية اليسار زي ما هي ما فيش مشكلة واكتب فيها المسألة اللي هي 124 و6 من عشرة اطرح منها 72 و25 من 100 حلو كده تمام وانت بتحل هنشوف الاول في فصلات عشرية نسويها ايوه هنسوي من اني ناحية بحططلك السفر من ناحية الستة اهي اهي من على اليمين وسوينا في فصلات العشرية ويلا بينا نطرح السفر ناقص خمسة ما ينفعش هتروح السفر للستة هتاخد منها واحد تبقى ستة خمسة والصفر يصبح عشر فبالتالي عشر ناقص خمسة تديك كم تديك خمسة ممتاز الفصل بعدين هنقول خمسة ناقص اتنين تديك ثلاثة. الفصل العشرية قبلك تنزل. الاربع ناقص الاثنين تنزل اتنين. الاثنين ناقص السبعة عما ينفعش. هنروح نستلف الواحد. فتصبح الواحد صف ويصبح العدد ده اتناشر ناقص سبعة. هتديك كم? هتدينا خمسة. وده يصبح الفرق بين البرجين. اتنين وخمسين صحيح وخمسة وتلاتين من مية متر. يبقى قدرت ده انا اكتب مسألة الكلامية. وقدرت احل المعادلة بناء على المسألة الكلامية اللي انا ايه كتبتها. بكده يا ولاد نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة. اتعلمنا فيها ازاي نكتب قصص ومسائل كلامية تتضمن عملية الجامع الاعداد العشرية وعملية طرحة. الى هنا قد انتهينا من حلقتنا النهاردة. كمان نتعلمنا حل مسائل تتضمن اعداد عشرية حتى الجزء من الالف زي ما احنا شوفنا دلوقتي وسوينا الفصلات العشرية. الى اللقاء في حلقة القادمة ان شاء الله. كان معكم الاستاذ عابير حسني احمن معلمة الرياضيات ومدربة بالاكاديمية المهنية للمعلمين محافظة بانسويرو. مع تمانيتنا بالتفوق منصة البست المباشر. الادارة العامة للمحتوى التعليمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.